العبادات وجميع التقربات لا تكون إلا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نحو ما ثبت عنه فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في عمله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود فكل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من الأعمال ينبغي أن يبحث عن أصله في فعل سيد الأنام صلى الله وسلم عليه فإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان على وفق هديه فقد بيّن صلى الله عليه وسلم كل ما يقرب إلى الله فقد بيّن صلى الله عليه وسلم